أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة ببرنامجكم مع الناس برنامج مع الناس والكل الناس من كمع عن كل حاجة تخص الناس وتهمهم شعرنا رئيسي في هذا برنامج هالمعلومة الموثقة ومن مصدر معلوم ورجعنا معنا خبر واحد النهاردة في برنامجكم مع الناس في إطار تحقيق رؤية مصر 2020-30 لمحافظات الصعيد 4.8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنة للتنفيذ 278 مشروع تنموي وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة القنة تتمثل في مشروعات خاصة بصندوق تطوير المناطق العشوائية ومشروعات برنامج القومي للإسكان الاجتماعي وفي مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي وأهم المشروعات التنموية بالمحافظة والبالغ عدد عشرين مشروع وفقا للتقرير يتمثل في إنشاء جامعة جنوب الوادي الأهلي أفاصل ونلجأ لكم تاني وفقرة المشروعات وبرنامجكم مع الناس عن موضوع المشروعات النهاردة فقرتنا هيكون عن افتتاح مدينة جديدة في مصر كل يوم مصر بيبقى فيها افتتاح مدن جديدة بتبقى ظهير للمدن القديمة وحل مشكلة الزحام والبنية التحتية والضغط عليها وإنشاء بنية تحتية جديدة وفي مصر في مدينة جديدة تعتبر ظهير للدلتة القديمة في كل محافظات مصر في أزمان قياسية في التنفيذ وبهدف تحقيق جودة حياة كاملة تعالوا بينا بقى نشوف الفيديو ده عن جود وزارة الإسكان في النهضة العلمانية في مصر الحديثة ورجعنا لكم نبدأ حلقتكم النهاردة في بنامجكم مع الناس موضوع النهاردة هو موضوع منتشر جدا في مصر من زمن الزمن هو التعليم التعليم فيه مجموعة حاجات ناس تسأل عليها وناس تفسها فيها تتعمل وطلبات من الدولة أن يتعدل التعليم إذا كان تعليم أساسي أو تعليم جميع أو ينكاد حسنا بقى نتكلم النهاردة على موضوع آخر في التعليم اللي هو الكور أو المركز أو القلب موضوع التعليم اللي هي الأسرة فيه مواضيع كتير جدا من قبلها ومشاكل داخل للأسر فيه التعليم بسبب الأهالي فيه أهالي بتوجه ولادها توجيه غير صحيح وعدم دراية وعايزة تقليل جرانها أو عايزة تشوف حقها تشوف ابنها أو ابنه فأعلى مكان تعليمي بس هو ممكن ما يكونش عنده المؤهل لده فبالتالي بيتعرض للفشل والتدمير النفسي في الموضوع دوت فيه حاجات أكبر بين كده بكتير وبالتالي أنا مش هادر أتكلم فيها لأن معيه متخصص وضيفي النهاردة دكتور محمد مخلص أستاذ مساعدة التقديد التربوي أنا سلام بك موضوع النهاردة عن زي ما قلت الحالة كده فيه مقدمة عن التعليم فيه مشاكل عندنا في الأسرة في الأول قبل نظم التعليم أساسا ألا وهي الأسرة بتحكم على ابنها تمام فيه دخول نمط معين من أنماط التعليم وها مش فاهم أنهم ما هي قدرش عليها شايف أنه هو لازم التأكيد عارف حضرتك الموضوع ده شايف ابن خلتك شوف ابن عميتك شوف جرنة وده بيؤدي في الآخر إلى تدمير الولد نفسيا أو البنت وانتهاءه مستقبله تعليميا جميل كيفية توعية الناس وتوعية الأسر لاندي مسؤولية الأسرة الأول فيه كيفية اختيار النمط المناسب لولده الناس بتبدأ تفكر إزاي يختاروا لأبنائهم نوع معين من التعليم هل ندخلهم تعليم أجنبي هل ندخلهم تعليم خاص هل ندخلهم تعليم لغات هل تجريبي هل فني هل ياباني المدرسة اليابانية المهم إحنا بنتكلم ونقول الحاكم الأول في هذا الموضوع أو المعيار الرئيس في هذا الموضوع هو احتياجات وميول واهتمامات ابنك أو الطفل ميوله واهتماماته ورغباته ونوع التعليم الذي يناسب نمطه نمطه في التعليم نمطه في التفكير هو ده المعيار الأول احنا عندنا مجموعة من المفاهيم المغلوطة عند بعض الناس في اختيار نوع التعليم مرافو عليك ايه يا بقى الأنمات المغلوطة؟ الأنمات المغلوطة واحد إن أنا أختار مدرسة أو نوع من التعليم يكون قريب من بيتي لسه كنت على كدراته جنب بيت هاي واسح افرد هو جنب بيتك بس ما بيقدمش خدمة تعليمية مميزة اوديه؟ اوديه؟ اي نعم من حقك إنك توديه في مكان قريب من بيتك عشان توفر النفقات لكن بما يخدم مصلحة ابنك أما وإن مفيش يبقى لازم هتوفر له الفرصة البديلة اللي ماشي مع النظام التعليم اللي انت بتقدمه يبقى هزود عليك النفقات أكتر اه طيب دي النقطة الأولانية النقطة الثانية فكرة إن احنا نقلد الناس في الالتحاق بنوع معين من التعليم ده أكتر على فكرة انت خلال فيها طبعا الناس إحنا مختلفين مع بعض في الأكل والشرب أنت الأكل اللي يتعجبك ممكن ما يتعجبنيش صحيح اللبس اللي عجبك ممكن ما يتعجبنيش أو ما يتناسبش معي بالظبط كده أنت ليه بتاخد نوع معين من التعليم بناء عن رأي الناس طب ما تشوف التعليم أو اختيار نمط التعليم المفروض إن الطالبة فيه فرق فردية فيه طالب بيمشي معاها نوع معين من التعليم ما يمشيش مع نوع تاني تعال عند الحتة دي بس أنا أخدها منها قبل ما نكمل فيه ناس بقى دلوقتي بتسمعك ام او اب يسمع تمام يقول لك لأ انا ابني امكانياته قوية اه انا عارف امكانيات ابني هو محتاج زقة اه يعني ايه يكتشف النمط الحقيقي بالعربي كده ازاي احنا نقول ايه احنا عندنا يعني ايه نمط تعليم نمط التعليم يعني الاساليب التي يستخدمها الطفل او التلميذ او الطالب في كسب المعرف او الحصول على المعرف ده اسمه نمط تعليم عندنا تلات انمط من التعليم عندنا نمط اسمه نمط يعتمد على القراءة والكتابة ونمط اسمه النمط البصري ونمط اسمه النمط السامعي يا هل ترى ابنك تابع انه نمط من الانمط دي واحنا دخلين على الامتحانات والاختبارات بعض الناس وبعض الاسر بيقولوا احنا مش عارفين نساعد اولادنا في انهم يحصلوا على الكم المعين من المعرف نساعدهم ازاي لساعدهم انك تعرف ابنك هو يد على اي نوع من الانماط هل ابنك بيحب يقرأ كتير ويسجل اللي بيقرأه ويكتبه هل ابنك بيحب يتفرج بعينه هل ابنك بيحب يسمع يشوف منصات هل ابنك بيحب يسمع حواديث وحكاوي في دماغه ايصص فبالتالي انت ممكن تعمل ابستريكتة او ملخص لموضوع عم ترقصة وتشرحها له هل ابنك بفجأ زي ما انت حالك قلت بيشوف بعينه تقول انت ملخص له الدرس وعمله خريطة زهنية وصور وتلخص الدرس على هيئة شجرة وتقول العناصر الرئيسية ورؤوس الاقلامهية وبالتالي هو يستذكر منها ولا هو بيشتغل بالقصص والروايات فبالتالي يكون نمط سنين فلازم تكون عارف انت نمط ابنك وبالتالي تحدد نوع التعليم المناسب لي في نقطة اخطر من كده ان بعض الناس بيروحوا لنظام تعليم الغرض منه الوجاهة يعني الغرض منه انه في مدرسة في مصرفاتها الدراسية كذا ومع ذلك هذه المصرفات الدراسية بتمثل ازمة حقيقية للأسرة طب انت بتيصرف كل اللي عندك على ابنك في التعليم طب نظام التغذية شكله ايه ما انت خدت على حساب التغذية وعلى حساب اللبس وعلى حساب الاستقرار طب هل المدرسة دي بتقدم لك الخدمة التعليمية وتنمي مهارات ابنك ولا زي ما هو فعشان كده ده فيه اخطر من كده بعض وليه امر يقول انا ابن الكبير بقى دكتور لازم اللي بعده بقى دكتور زيه ابن كبير يا ساني واحدة ده هو عندنا توريس ايه ابن الكبير تعرف توريس الدراسة اه ابن الكبير انا مهندس مسلا عايز ان تهاري بيتي او بابني بمهندس طبعا فين ما فيش الكلام ده احنا دلوقتي الكبير عند انت لو عملت احصائية او فيه دراسات بتقول انت لو دخلت على طلبة كلية الطب وسألتهم انت داخل كلية الطب بمزاجك عارف ايه عارف انت داخل كلية الطب مزاجك قول لك لا انا دخلت عشان ابو يومنا عايزين نبقى دكتور طب انت دخلت هندسة الله انا ما كانش لي مزاج ان انا ادرس فكرة ان احنا نختار نمط تعليم يتناسب مع رغبة الاب والام والوجاه ولا يتناسب مع رغبة الابن ده بيعمل مشكلة كبيرة في المجتمع طبعا اكيد مش بداية هي بداية ونهاية في نفس الوقت اكيد انت بتنهي على الولاد احنا بنقضي على الموهبة والابتكار والابداع وعند الطفل وبالتالي يتحمل الاب والام مسؤولية ذلك فكرة ان احنا نختار نظام تعليمي او تعليم في حد من قريبنا عشان خطر يسهلوا الابنائنا انهم يحصلوا على اعلى الدرجات اسمحي ده اول حاجة الحتة دي هو اول واحد بيساعده ان يبقى فاشل لانه هو عارف انه اللي بيعملوا في ابنه ده هو انهم من انواع الوهم بزر هيدمر بيه وهيعيش بيه وبينكشف مع مرور الوقت لما بيلتحق بمرحلة السنوية العامة وخاصة احنا في نظام تعليمي دلوقتي يعني لا يقيس الحفظ والاستظهار ولكن يقيس الفهم والتحليل والطبيق طيب انا قلتلكو دوت برضو قوة الموضوع ان احنا نتكلم مع رجل متخصص فكلمة النمط دي تانا انا الشخصية اتعلمتها منه النمط بتاع ولادنا نعرفه ازاي ازاي ما احنا بس نأكد بسرعة كده في عندك سمع بيسمع كويس وبيركز بالسمع في بصر بيحب يتفرج على القصص وبيتفرج على حاجات كتير كارتون وكارتون مفيد ولا بيحب وفيه اطفال بتحب تكتب وترسم بتكتب وتقرى كتير وبالسجل شوف النمط المناسب ايه وتعامل معاه لانه هو السؤال الرئيسي اللي انا سألته ده كلك هتسأله عليه اللي هو ازاي يعرف نمط ابني وهو مشكورا قالوا ان عليه فيه بقى نقطة تانية وديه اسطورة تمام اه اللي المفروض نعمله تمام واللي اللم بيه قبل دخول رابع ابتدائي اه شبح اه شبح شبح ليه لا بصه ولا حرك عليك هي المشكلة كلها ان احنا عاوزين نعرف الناس اه نظام التعليم التعليم نظام يعني ايه نظام يعني التعليم هو عبارة عن مجموعة من العناصر او النظام مجموعة من العناصر لكل عنصر فايدة وهذه العناصر بتتفاعل مع بعضها من اجل تحقيق هدف صح ده النظام والتعليم نظام طبع النظام دوت عبارة عن ايه عبارة عن مدخلات اللي هي الانبوت وعبارة عن عمليات اللي هي البروسيز والمعالج والمخرجات اللي هي الأوتبوك وعبارة عن فيدباك أو تغذية رجعة زي ما حاجة بتقول اللي هو التغذية رجعة أو الفيدباك ولي الأمر لازم يكون ملم بالنظام التعليمي عشان خاطر يساعد الوزارة وعشان يساعد التعليم في تحقيق الهدف العام من التعليم طيب هل الطالب اللي داخل النظام التعليمي هو نفس الطالب اللي خارج ولا تعدلت خصائصه وصفاته كده يبقى النظام نجح طب هينجح ازاي عن طريق العمليات اللي موجودة عندي العمليات اللي في النص اللي هي تخطيط تنظيم توجيه رقابة اشراف متابعة وما لذلك وابدأ اقارن بالمخرج النظام التعليمي واشوف المخرج اللي طلع بالمخرج اللي انا حطه واللي انا حطه في دماغي ومدى توافقه لو كانوا الاتنين توافقوا مع بعض المخرجات الفعلية للنظام التعليمي وبين المخرجات اللي انا حطتها بقى انا نجحت اما وان المخرجات من زي بعضها يبقى في مشكلة في النظام التعليم طيب احنا عندنا نظام تعليمي جديد نظام بيعتمد على المنصات التعليمية نظام بيعتمد على التعليم الالكتروني نظام بيعتمد على التعليم الهاجين او التعليم المؤمن نظام بيعتمد على نظام التعليم بالسامع والبسط اه بالضبط كده فلم يعد هناك حاجة لنظام الدش والحفظ والاستظهار فعشان كده لازم ولي الأمر من بداية مرحلة الطفولة المبكرة وعلى فكرة بدأ الآن منصات موجودة على وزارة التربية والتعليم وبعض المنصات المفتوحة وعلى تأهيل لتأهيل الطلبة منذ الصغر عن طريق إيه؟ أنا عاوز أعلم الطفل منذ صغر القراءة والكتابة والأرقام عن طريق الحركة بعمله بقى فيديوهات حركية بعمله المكعبات بخش على المنصة يعرف الحروف والأرقام عن طريق الألعاب فبالتالي بابدأ أهله قبل ما يخش لمرحلة ساعة رابعة ابتدائي في إم يتعرض للحاجات الجدية دي وخليني بقى زود حاجة أعتقد إذا كان ستحح أقول لي عليها لو غلط برضو شرحها لي هل معنى كده أنه التركيز القوي جدا في الأولى وتانية وتالتة ورابعة ابتدائي عشان ده الفترة أو السن اللي بيتعلم فيه أي حاجة ما بتتنسيش ده السبب؟ آه طبعا لا إحنا عايزين نقول أن المدرسة الأولى المدرسة الأولى عند الطفل هو ولي الأمر الأب والأمر دول المدرسة الأولى فبالتالي وده يعني نداء إلى وزارة التربية والتعليم بأنهم يعملوا برامج تدريبية لأولياء الأمور على أنظمة التعليم الجديدة عشان لما بني يسألني إزاي أخش على المنصة أو إزاي أتعلم الحتة دي ما أقول ما أعرفش لا لازم أقول أعرف آه عايزين نقول برضو نقطة مهمة بعد إذن حضرتك طب النقطة ديات ونطلع على فاصل طيب ولي الأمر والأسرة لابد أن تشارك وزارة التربية والتعليم في تجديد وتطوير النظام وتحديث النظام وده مش عيب الولايات المتحدة الأمريكية بتجعل أولياء الأمور يشاركوا في رسم السياسة التعليمية اللي موجودة في الدولة ومش كده بس لا ده بيوفروا لهم برامج تدريبية على الأنظمة الجديدة ومش كده بس ده في حتى تمويل التعليم لهم دور في عمل سكات اسمها السكات التعليمية في وزارة التربية والتعليم بتجعل الأسرة بتختار النمط التعليم المناسب لأولادهم بتنددخل حد صحيح وده نقطة مهمة جدا طيب احنا نطلع للفاصل سريع جدا ورجعنا تاني مع الدكتور محمد دلوقتي عن موضوع مهم جدا ألا وهو كيفية تعليم ابني أو بنتي البحث بمعنى أنه ممكن مثلا ابني يسأل مثلا أو بنتي تسأل مثلا بابا أو أنا ممكن أنطأ الكلمة ازاي أو دي شكلها ايه أو تترسم ازاي أو 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 فيها أولياء أمور تمام بيروح عامل ايه تعالي ورح هو عاملها بإيده تمام ويتكر على الله خلاص الولاده وببنته ومش فهم حاجة أو أخذه تمام وفي نمط آخر لو هو اتعلم ودور وقل لي وأنا معك جميل جميل قل لي بقى بص يا سيد احنا دلوقتي زي ما احنا قلنا في قبل الفاصل ان احنا عندنا التعليم الآن هو تعليم يعتمد على الفه والتحليل والتطبيق لم يعد قائم على الحفظ والاستذهاب انتهت داشت خلاص وده بيقول ان احنا بدأنا في عصر تغير فيه دور الطالب وتغير فيه دور المعلم أيام زمان كان المعلم هو مولد المعرفة والحافظ للمعرفة والمستثمر للمعرفة اما الآن الطالب هو مصدر توليد المعرفة وحفظ المعرفة واستثمار المعرفة وتوزيع المعرفة يعني دور المعلم الآن هو ميسر للمعرفة فقط هو يعرفك انك تجيب المعلومة ازاي وانك هل المعلومة اللي انت اكتسبتها صحة ولا خطأ اما الدور الرئيسي الآن هو على التلميذ على الطالب هو اللي بيقوم بيبحث عن المعرفة وهو اللي بيكتشف نفسه وده بنسميه في العلم أو في التربية التعلم الذاتي التعلم الذاتي أو البحث الذاتي عن المعرفة بس ده لا يمنع وجود رقابة خارجية خفيفة طبعا ما هو أصلا هو اللي هيأكد له المعلومة اللي هو جابها معلومة سليمة ولا مسليمة وهو جاب المعلومة دي مين على فترة حتى أخطر الوقت لو أنا أكون موجود معاولة صاحة كده احنا بنقول ان احنا فيه منصات علمية مقننة لان أنا عندي خلي بالك أنا عندي منصات اسمها منصات مفتوحة ومنصات مغلاقة أنا مليش دعا بالمنصات المغلاقة لاني مش عارف أخشها أصلا أما عندي المنصات المفتوحة موجودة على وزارة التربية والتعليم اللي الموديل يديت عندنا منصة زاكر ومنصة التعلم الإلكتروني وعندنا منصة المكتبة الرقمية وعندنا منصات كتيرة منصات الحصص كل دي موجودة في وزارة التربية والتعليم ممكن ولي الأمر يخشها ببساطة أنا بتكلم على النقطة اللي حقاك قلتها مهمة جدا إن إحنا إزاي نكتشف في ابننا إنه بيعرف يتعلم صح لما يبحث عن المعرفة ويدور عن المعلومة ويبدأ يجي يسأني عن صحة المعلومة معنا كده أنه عنده القدرة على الاستكشاف وبالتالي عنده القدرة على حل المشكلات التعليمية واللي بينتقل به في المستقبل الحل مشكلات العامة فتلاقي لما الإنسان يستطيع من الصغر حل المشكلات التعليمية حل مسألة حل فكرة ويتولد عنده الفكرة في حل هذه المشكلات يتتطور معاه الأمور لما توجهه مشكلة حياته يستطيع حل هذه المشكلات وده التراك المصبوط وهذا الهدف الرئيس إن إحنا إزاي يعرف يتواصل مع الناس إحنا لو عملنا طفل حافظ مش فاهم يجي يحتكب الناس يجي يتواصل معهم ما يعرفش يتواصل معهم لا حاجة من الاتنين بتلاقي فيهم نوعين لما يعرفش يتواصل لا يكون أنا آسف جدا بيخرج عن نطاق الأدب لده لده موارد طبعا ولا ده لده لا تلاقوش في النص حتى لما توجهه مشكلة حياتية لا بيستطاعش إنه يحل هذه المشكلة أنا اتشرفت بيك جدا النهاردة أنا أخذت منك المعلومات الضرورية للناس ولي أنا شخصان أنا فكرة في حاجات معاينة كده إننا نعرف نساعد ولادنا إزاي في اختيار المدارس وإزاي حتى لو اخترت المدرسة إن أنا أفاهمه وأعمل والكلام ده كله أخذت بالي من نقطة رئيسية والراجل شدد عليها كتير جدا وهي رئيسية في حوالنا النهاردة إيه بعد عن وجاهها أيها مش منظرة لا دخل مدرسة ولا دخل جامعة شوف ابنك عنده قدرة على إيه وعنده هيفيد بنفسه بإيه وبدور على المجتمع اللي انت عايش فيه ده هيحتاج إيه بالزبط عشان ما يشتغل ما يطلع يشتغل مش يتركين جنبك عبارة عن إيه أموما إحنا كده حاولنا بقدر الإمكان بس نفهم موضوع من بره لأنه موضوع أكبر من كده بكتير إن شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية ونتمنى أن احنا كلنا نكون استفادنا وأشكركم جدا وشكنا لضيفي دكتور محمد مخلص والسيس مساعد تخطيط الترباب أهلا وسهلا بك خير ستت معاكم عيادكم النهاردة البرناماتكم مع الناس واستنونا حلقة جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته